أولا أنه عندما تقول منطقة صناعية حرة فأنت تنفتح على الاقتصاد العالمي بالتالي تستقطب شركات واستثمارات عملاقة ربما لو لم تكن هذه المناطق كان من الصعب نجلب هذه الاستثمارات مثلا ناخدنا شركات أمريكية مثلا شركات يابانية وشركات أوروبية عملاقة بريطانية أسبانية ألمانية فبالتالي شروط ولوج هذه الشركات العالمية الكبرى إلى أي بلد تخضع مجموعة من المعايير وأعتقد أن المغرب استجاب لهذه المعايير قبل عشر سنوات أولا ميناء طنجل متوسط لننسى هذا ميناء ضخم وبالتالي ربما لو لم يكن الميناء كان من الصعب تحقيق هذه الأهداف هذا نقطة الأولى بالمعنى أن الميناء ربما هو الذي صنع محفظ يعني ساعد كثيرا في إنجاح هذه التجربة والميناء في إفريقيا وهو من بين العشرين ميناء عالمي ربما يحتل حتى الميناء الثامن عالميا في مجال ما يسمى إعادة التوزيع لأنه هو ميناء قاري بالتالي واردات وصادرات الميناء تتجه ليس إلى المغرب فقط بل إلى القارة الإفريقية وإلى الشرق الأوسط هذا نقطة الأولى النقطة الثانية وهي كما تفضل الأستاذ الجانب الشريعي المغرب متقدم في الجانب الشريعي يعني منذ انضمام المغرب إلى جولة الأورغواي في 88 ثم احتضان القاط في مراكش ثم إنشاء المنظمة العالمية للتجارة فبالتالي كانت هذه الخطوات ضرورية في المجانب الشريعي حتى تتشعر هذه الشركات بنوع من الضمان لأنها عشرات الملايير من أثمرات ضخمة وبالتالي أنا أذكر مرة قال لي أحد كبار رجال الأعمال الأمريكان قالي نحن عندما نذهب إلى أي بلد نحن نذهب على الأقل إلى 50 سنة نذهب إلى سنة أو سنتين فبالتالي هذا على امتداد أجيال الشيء الثالث الذي مهم جدا هو التكوين الرأسمال الرأسمال البشري المغرب يعني عندما وضع كما قلنا البنى التحتية يعني الطرق والموانئ والقطار لننسى القطار يعني القطار رابط بين قطار سريع تي جي في قطار تي جي في حتى القطارات التقليدية اليوم هي تعدد ولكن نحكي قطار سريع يربط بين يعني من البحر الأبيض المتوسط أنت على مرمى حجر من 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 أوروبا يعني في في آخر زاوية من القارة الإفريقية ومن العالم العربي الإسلامي أنت ترى أوروبا ثم يعني نفس يعني القطار يحملك يعني بعد ساعتين أو ساعتين وربعة يعني حتى ساعتين ونص أعتقد يعني حسب كذا تنجى كذا ساعتين وقسمين وقسمين تخيب يا حسيدي أشكرك وبالتالي يعني أنت من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي صحيح فبالتالي يعني هذا يعني بنظر يعني الكثير من يعني الشركات العالمية تنظر هذا يعني مكسب كبير جدا فهي يعني من البحر إلى محيط في نفس البلد في سرعة تقريبا تلتمية تلتمية ستين كيلومتر ساعة يعني زمن ديال ساعتين وعشر دقائق فهذا شيء رائعي طبعا الجانب البشري هو جانب مهم جدا اليوم المغاربات بارك الله يعني كفاءة عالية جدا يعني في صناعة السيارات في صناعات الزاء الطائرات عندما اليوم نتحدث عن السيارة قرينا نقول واحد نقطة مهمة جدا اليوم أن هذه السيارة رأى تقريبا 65% هي مغربية حقيقة أنها تحمل اسما يعني عالميا طبعا هذا على يعني تجارية لكن هي 65% هي سيارة مغربية ثم أنها مصنوعة بعقول وخبرة مغربية تتجاوز 90% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة